بنية جسدية هشة وعوجاج بمختلف أعضاء الجسم هو حل الكثير من أطفال مرضى الشلالة الدماغية هذا المرض الذي صنف من بين الأمراض النادرة باتت يومية مصابه تتخبط بين الألم والحرمانة وبين صعوبة العلاجة معاناة حقيقية لا يشعر بها إلا القريب من هؤلاء الأطفال وعيش يوميتهم خاصة في دل نقص مراكز العلاجة والأطباء المختصين غياب تكفل بهذه الفئة لا يقتصر على الجانب الصحي فحسب فالكثير منهم يفتقدوا لبطاقات الشفاء ومنحة تلبي أبسط احتياجاتهم مطلبهم الأول والآخر أن يصنفوا تصنيف خاص أن تكون لهم منحة غير محددة بعشر ألف دينار رغم أن كثير منهم لا يملكون هذه المنحة أطفال احتياجة خاصة يريدون بطاقات شفاء عاجلة لكثرة الأدوية المستعملة غير موجودة تقريبا في الصيدريات التي عندنا فئة تكاد تكون مجهولة بالمجتمع تأمل ببسيس من الأمل يعيد لها طعم الحياة ويخفف عنها شقاء البحث عن العلاج أمر يتحقق بالتفاتة بسيطة من صناع القرار